أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على تشجيع القطاع الخاص للمشاركة في المشروعات التي تنفذها الدولة جاءت تصريحات رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي بالعاصمة الإدارية مشيرا إلى أنه تم التوافق على وضع برنامج زمني وتحديد الجهة المسؤولة عن تنفيذ كل قرار من قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي الرسم اللي قدامنا بيوري تطور حجم الاستثمارات اللي كانت بتقوم بيها الدولة والقطاع الخاص مع بعض اعتبارا من عام 2005 لغاية الوقت الحالي وعايز بس أقول لحضركم حاجة مهمة جدا لنا كلنا كمصريين احنا كنا في 2005 و2006 إجمالي الاستثمارات اللي بيقوم بيها القطاع الخاص والدولة مع بعض كانت 115.7 مليار جميع احنا السنة الجاية اللي هي 2023-2024 الاستثمارات اللي موضوعة تريليون وستمائة واربعين يعني كده حضراتكم تقدروا تقولوا تقريبا على مدار هذه الفترة احنا زودنا 15 ضعف الاستثمارات